موسيقى اللي حاول أعمل معاكو أنه أفكر معاكو في أربع تحديات فقافية مشاكل موجودة في عصرنا في العالم المعاصر أنا بحس أنها بتوصف قوي الجيل بتاعنا والتحديات اللي بيقابلها وفي كل مشكلة هتكلم عنها هحاول أشرح إيه دور الكنيسة أو إيه دورنا كناس عايزين نختم الشباب ونرسل إليهم إيه دورنا تجاه المشكلة الثقافية دي المشكلة العصرية دي إزاي من خلال المسيح نقدر نحاول نحل المشكلة دي ونقدم شيء فعلا يشبع الجوع ويروي العطش اللي جوه الشباب الأربع مشاكل هتكلم عنهم هقولهم بسرعة وعدي على كل واحدة كده بشكل سريع وبعدين هنفصصهم بقى واحدة واحدة عايزة تكلم شوية إنه الشباب اللي عايشين في العصر بتاعنا واحدة من أهم الحاجات اللي شايف إنه بيعانوا منها مهم نفكر فيها هي ما يسمى بالرأس مالية والرأس مالية ممكن أشرحها في كلمتين الاستهلاكية والإنتاجية كونسوميرزم وبرودكتيفتي إحنا عايشين في عصر مليان بالمنتجات الحلوة اللي نحب نشتريها ونستمتع بيها وكمان عصر بيزقنا جامد قوي إنه إحنا دايما نكون برودكتيف ومنتجين ومجتهدين وشاطرين وبنعمل فلوس كتير وبنعمل فلوس بسرعة وبنشتغل بسرعة فالحقيقة إنه الوضع ده بيخلي شباب كتير في رأيي عندهم إحساس إنه هم شوية هم بيفقدوا إنسانيتهم في زي عجلة كده رهيبة من الضغط المستمر إنك تكون منتج وكمان الضغط المستمر إنك محتاج تقتني أو تشتري وتكونسوم وتستهلك حاجات مختلفة بس كمان الشباب النهاردة بيعانوا مش بس من استهلاكية وانتاجية لكن كمان بيعانوا من في رأيي حاجة ممكن أسميها النسبية وغياب المطلق فإحنا يجيل بيكرح بكل الأشكال الإدانة ما نحبش نكون جودج منتل دايما بنقول دون جودج ما تحكمش على حد متعرفش ودايما يمكن بتدايق من أهلينا ونحسوا أن هم جودج منتل أو بيدينوا الناس أو بيتعالوا عن الناس دايما إحنا عندنا نوع من كده من الانفتاح للآخر ونحب التنوى وما نحبش نحكم على حد بس النتيجة الوجه الآخر لده أنه صعبة قوي علينا وده كان صراعي الشخصي أنا كمان أن إحنا نقول على حاجة هي دي الحقيقة والباقي غلط زي ما يكون ما بنرتاحش نعمل كده منحب دايما نحس أنه يعني أنا عندي وجهة نظر وإنت عندك وجهة نظر أنا I have my truth, أنت you have your truth أنا عندي رأي إنت عندك رأي كل واحد عنده نظرة للحقيقة بحدش عنده الحقيقة الكاملة وفي رأيي إن واحدة من المشاكل اللي بتحصل بسامة الحكاية دي أنه خلاص أنا مش عارف إيه الحقيقة وهحاول أشرح شوية إزاي غياب الحقيقة ده بيتحول من مشكلة فكرية صراع فكري إن أنا بعقلي مش بؤمن بحاجة بشكل مطلق بيتحول إنه شيء عملي جدا فأنا في حياتي مش عارف إيه الصح والغلط فأنا مش مجرد مش عارف الصح والغلط في إيمان عقلي لكن أنا عمليا مش عارف أعمل إيه النهاردة وبكرة وبعده فأنا زي ما يكون لما لغيت المطلق فكريا ما بقاش عندي مطلق عمليا ما بقيتش عارف أعمل إيه وما عملش إيه نعيش الحياة دي ازاي الشباب النهاردة كبان بيعانوا من الحاجة ممكن نسميها التشتت وفقدان الهوية إحنا نحن نكام رهيب من الـ options في كل حاجة من خلال الإنترنت والـ social media إحنا دايما عندنا تنوع في الحاجات اللي ممكن نبقاها ونشتريها ونطلعها والحطة اللي نسافرها والحاجات اللي نشوفها والحاجات اللي نتفرج عليها فيه options كتير في كل حاجة بس نتيجة نحن يكون بينا مش عارفين ونحن مفهود نبقى إيه؟ مفهود يبقى شكلنا عمل إزاي؟ عندنا حالة تشتت وأحاول أشرح كمان إزاي التشتت ده بيقلل قوي عندنا الـ discipline التحكم في النفس الـ self control نفسي أكين يقول كتير يمكن الأجيال اللي أكبر مننا أو أهلينا بيلوموا علينا ويحسوا نحن نجيل مش discipline ونحن نحاول نفكر مع بعض كيف تراعونا في القلة الـ discipline اللي عندنا بالسبب يمكن قدي إحنا أو قدي إحنا في نوع من الطفان اللي علينا من التشتت إحنا مشتتين جداً آخر شيء أريد أنه نحن نعاني من ثقافة النجومية والنشاط السياسي والحاول الشعب ببساطة أنه نحن لا يوجد عندنا أبطال لا يوجد عندنا هيروز هذا الجيل نحن لا يوجد أحد فعلاً نعرف أن ننظر لا يوجد شخصيات نستطيع أن نقول نحن نعرفها ونحبها ونطلع زيها نحن عندنا أكثر اللي نسميه نجوم ونشطاء سياسي الناس يمكن ينادوا بحاجات أو شكلها حلو بس ما عندنا أبطال حقيقيين وده بيضيع مننا معنانا في الحقيقة بيضيع مننا قصتنا في الحقيقة إحنا مش عارفين نعيش إزاي مش عارفين نبقى زي مين ومش عارفين مين الناس اللي فعلاً نقدر نبصلهم اللي أكبر مننا ونقول إحنا عايزين نكون زيهم إحنا جيل يعاني من استهلاكية وإنتاجية تفقد إنسانيته نحن نحن مش إنسان إحنا كونسومر إحنا عجلة في مكانة ترس في مكانة إحنا جيل مش عارفين نلاقي الحق ومش مرتاحين نقول على حاجة الحق والباقي غلط إحنا جيل مشتتين مش عارفين نتحكم في نفسنا ومش عارفين إحنا مين إحنا جيل بنعاني من غياب القائد غياب الرول موضل إحنا جيل تعبان إحنا جيل بيعاني من حاجات كتير بس إيماني والذي يخليني مسيحي إنه الكنيسة تقدر تعمل حاجة في الوضع ده وإحنا كخدام الشباب نقدر نوصل لشباب زي فكذلك أنا أشعر أنه أنا الشخص المرسل والشخص المستقبل أنا شايف أنه المسيح يقدم لي حل للمشاكل ده وده اللي نفسي أعمله معاكم النهاردة بس أحاول أشرح شوية بسرعة إيه زي المنهج اللي أنا أحاول أتبعه المنهج اللي أنا أحاول أتبعه هو أنا أقول إنه لما نقول إنه الكنيسة لها رسالة للشباب يعانوا من المشاكل الثقافية دي أنا مش بقول إنه الكنيسة عندها بعض الأفكار اللي لو بس شرحتها كويس للشباب مشاكلهم هتتحل فمش عايز نكون بنتبنى كده أتتيود عقلاني قوي وفكري قوي وأبستراكت قوي إنه المشاكل الكبيرة دي علاجها بعض الأفكار أو بعض الجمل اللي لما نقولها الشباب حياتهم هتتشقلب وهيتحرروا من القيود اللي الثقافة حطاها عليهم طب إيه الحل لو مش كلام أو أفكار رأيي الحل هو الشخص يسوع المسيح شخص مجسد تتعرف على الشخص ده تتقابل معه يكون عندك علاقة حقيقية معه ده إيماني لو عندك علاقة مع الشخص ده ممكن تلاقي حل للمشاكل دي وده يخليني أقول إنه يقاطى مهمة قوي 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 أعتقد لو أنت طالع من المؤتمر ده وحس إنه أنا متدايق أو أنا محبط لأن أنا مش بعرف أتكلم عن المسيح كفاية لما نقول كلمة مرسل وكارز الناس بتفكر في حاجتين شخص هيسافر يتكلم مرسل يعني واحد هيسافر وكارز يعني هيتكلم بس نفسي أقوله إنه ما تحبطش وما تضيقش لو أنت مش عارف تتكلم أحبط لو مش عارف تكون الناس مش محتاجة كلام الشباب مش محتاجين كلام كلام كتير قوي 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 بس الناس قولها قوي 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 فعلا شكلها مختلف وحياتها مختلفة شخصياتها مختلفة ولو دي برضو حاجة مش مريحة ممكن تحس إنه أنا ولا عارف أتكلم ولا عارف أكون فأنت مريحتنيش اللي نفسي يقوله إنه لا لو أنت قبلت المسيح إيماني إنه روحه ساكن فيك وساكن فيا وإحنا طلقائيا لما قبلنا بإينا بنحمله فالحل جوانا الحل معانا الحل عندنا والحل باين يمكن بطرق إحنا مش عارفينها أو مش واخدين بالنا منها بس أصدق إنه مهمتك بعد مؤتمر عن الإرسالية مش إنك تعرف تتكلم أكيد يمكن ديم الحاجات اللي ممكن البعض يحب يعملها بس مهمتك إنك تكون ولما بتقبل المسيح بتكون لأنه المسيح بيغيرك من جوه المسيح بيسكن فيك لهوتي معروف اسمه ديتريش بون هوفر بيتكلم كتير حسين جاب صرته في محاضرته بيتكلم كتير عن فكرة الإعلان الإلهي يعني الله يعلن نفسه وبيقوله إنه الله يعلن نفسه في شخص المسيح بس الشخص ده مش شخص ينفع يتجسد فينا كأفراد منعزلين عن بعض لازم يتجسد فينا في شكل مجتمع مش مذهب مش كيان الإرسالية مش إن إحنا نروح للناس نوعظهم عن فكرة أو حدث حصل زمان أو مذهب يصدقوا فيه أو كيان ينضموا ليه الإرسالية إن إحنا نحمل شخص في وجداننا في حياتنا ماركو لما تكلم عن إنه إحنا مدعوين إن إحنا نحمل كدس الأكداس اللي كان في خيمة الإجتماع فنفسي إنه داي يكون حاضر في ذهننا حسين متكلم عن إزاي الشهادة الشهادة في الحياة بالكامل إحنا بنشهد بحياتنا مش مجرد بألفاظ أو بكلمات أو بفكرة أو بحدث أو بكيان أو بمذهب إحنا نحمل شخص فتشجع إنه الشخص ده أنت قردي تحمله طالما قبلته وهو معك وهترسل بيه واللي عايز برضو أوضحه لما بتكلم بقى عن إرسالية الكنيسة للشباب لاس كينا هتفكر ده دايما الموضوع يعني بنتكلم فيه برضو إزاي نجيب شباب الإجتماع إزاي نجيب شباب الكنيسة فإزاي دول إزاي دول يروحوا هنا يروحوا المبنى وبنحس إنه هو ده التحدي إرسالية الكنيسة للشباب يعني إزاي نجيب شباب في الكنيسة إزاي الكنيسة أقمالي أنا شباب وبيني وبينكوا أنا نفسي يعني مباني الكنيسة إزاي شباب ودي حاجة مش عايزة أقلل منها وبداي بصراحة لما أروح الكنيسة وأحس إن فيش أي شباب والناس كلها كبيرة حاجات بتحبت بس دعني أقول إنه ده مجرد سيمتم أو ده عرض أو من الأعراض المشكلة الحقيقة المشكلة الحقيقة إنه الشباب دول اللي هما قبلوا المسيح مش مرسلين لشباب آخر فما فيش شباب يحملوا شخص المسيح للشباب اللي ممكن تقبل المسيح فواحدة من الحاجات اللي تعملها إن هي تيجي المبنى بتاع الكنيسة فالهدف الحقيقي اللي عايزة تكلم عنه إزاي شباب تحمل هذا الشخص لشباب آخر مش إزاي نملة المبنى الصغيرة طيب هقول في جملة بسيطة كل حاجة في رأيي إحنا ككنيسة محتاجين نقدمها للشباب بعدين إيه؟ هنفنادها بقى برحضة على الكنيسة أن تجسد المسيح للشباب الذي ببيته يضفك فينا إنسانيتنا وبشخصه يقدم لنا الحق والأساس لقيمنا وبرعيته يدعونا بأسماءنا وبملكه يدنجنا في قصته هذه الجملة اللي أنا هحاول لخص كده فيها كل الكلام اللي هقوله الكنيسة محتاجة تجسد المسيح محتاجين نكون أشخاص بتحمل المسيح للشباب المسيح بيعمل ليه؟ المسيح بيقدم بيت يدينا إنسانية يقدم شخص يدينا حق يدينا رعاية يدينا أسماء يدينا ملك يدمجنا في قصة أول حاجة أفكر فيها فقافة الاستهلاكية والإنتاجية بتتسمى كتير قوي هاصل كولتشر فالنهاردة الغرب لما بيحاولوا يوصفوا الفقافة بيستخدموا التعبير ده هاصل كولتشر يعني هاصل كولتشر هاصل يمكن أفضل تعبير لها أنك تفرق تحصل إذن أنت تكون دائما تفرق كده مكتهد تتحرك مش بتقعد مش بتهدى بتصحى خمسة الصبح وتقرأ كتاب بتاع 5 ديام كلاب بالناس كلها بتصحى خمسة الصبح وأول ما بتصحى بتعمل وركاوت بسرعة بعدين بتعمل بروتين شيك أو بتشرب حاجة معانا بتديك طاقة رهيبة بتفتر في طائر هالفي بعدين بتروح شغلك شغلك مش طبعا أن أنت موظف في الشركة شغلك أن أنت عندك ستارت أب بتاعك تجيب لك فوستير قوي حلمك أنك ترتاير قبل سنة 30 وتعمل وتحب وتسافر وتكتشف العالم ودايما دائما أنت لازم تكون تشتغل وتنجز وتتعب عشان خاطر تشتري وتشتري وتدفع 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 وتسافر وتسافر وتحس 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 فهاصل كولتشر هي فقافة الاستهلاكية والإنتاجية فقافة العمل 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 المستمر ليه؟ للاستهلاك والاستهلاك والاستهلاك المستمر وعايزين نشتغل كتير قوي بسرعة ونخلص بدري عشان نعط بقية حياتنا نعمل نستهلك ونبسط والحلو أنه فيه ناس كتير وأصوات مش مسيحية بدأت تتكلم عن إزاي أنه الهاصل كولتشر يدمرنا ويجردنا من إنسانيتنا يخلينا مش بني أدمين حقيقين خلينا مش إنسان فالتايتل من بلوج ساكلر تماما بالعكس مش متعاطفين قوي مع النسيحين اسمهم ميديم واحدة من الجمل المؤثرة الحلو نفكر فيها يقولوا الافتراض أن القيمة الوحيدة التي نمتلكها كبشر هي قدرتنا على الإنتاجية قدرتنا على العمل بدل من إنسانيتنا هي دي الافتراض المحوري اللي بتدور حوالي الثقافة دي الثقافة إنه إن إحنا نعمل وننتج هو ده مصدر إيمتنا فمصدر إيمتنا مش في إنك إنسان يا حبيبي أنت كونك إنسان دي حاجة يعني ما تضيفش لك أي شيء لكن اللي يضيف لك بجد إنك تشتغل وتبقى شاطر وتبقى كرييتف كده وتعمل حاجات عظيمة وتجيب فلوس وتبقى شاطر وتبقى لو أنت بس بني آدم دي حاجة ما لفقاش قيمة في ذاتها لكن ده الافتراض الضمني اللي وراء الثقافة دي بس ده بخصوص الإنتاجية لكن كمان مصطلح مفتهلك استهلاكية برضو بيجردنا من إنسانيتنا لأنه يجعلنا لسنا إلا ما يريدوا بعض رجال الأعمال فالأنترپنورز الناس اللي احنا بجد بنلوك أبتو الشباب الأمريكان اللي سابوا الجامعة وهم أفتانية وثالثة جامعة ورحوا الجراش بتاع بدأوا بيزنس النهاردة من أغنى ملياردرات العالم الناس دول ملهمين بالنسبة لنا والناس دول بيعودوا في سيليكن فالي وبيعودوا في مكاتبهم يتخيلوا هم عايزين نكون إيه فهم عايزين نكون بنجيب لبس معين وبنجيب برودكتس معينة وبنستخدم تكنولوجيا معينة وبنركب حاجات معينة وبنعمل حاجات معينة وزي ما يكون هم عندهم القدرة أنه هم يصيغوا ثقافتنا أنها تجعلنا ما يريدون وهم عايزين إيه مستهلك والمستهلك هو أبعد ما يمكن أن يكون عن الإنسان أما بنقول حاجة بتجردنا من إنسانيتنا هي كلمة شيك يجردنا من إنسانيتنا بس للأسف لو حاولت توصفها بطريقة أبسط وأوضح الحاجة التي تجردك من إنسانيتك على أقل ستجعلك حيوان فهي حاجة offensive بس لازم قولها لأنه هذا معنى أنه تجردك من إنسانيتك والاستهلاكية دباين فيها قوي لأنه الحيوان أنا أحب الحيوانات لكن الحيوانات هي كائنات في الأغلب مستهلكة يعني هم يأكلوا ويشربوا ويناموا ويستهلكوا لديهم قدرة على العطاء على أقل بمفهوم روحي فلو أنا تحولت أني كائن أستهلك وأبتلع وأاخد أنا بتجرد من إنسانيتي بمعنى أنا متحيوان أنا بفقد أروع ما هو موجود في الإنسان اللي هو إيه مش الإستهلاك أنه يكون في علاقات حلوة أنه يحب أنه يضحي أنه يتواصل أنه يفكر أنه يبدأ يتأمل كل الحاجات دي ما لهاش علاقة بالإنتاجية والإستهلاكية لكن هي في قلب حلاوة وعمق وجمال أنك تكون إنسانا فالثقافة دي تجردك من إنسانيتك بمعنى أنه رجال الأعمال دول معكسة ما هيستفادوا قوي لو أنت خليت وقتك معظمه بتقعد مع صحابك وبتتأمل كيف نعالج الشر اللي فيها وبتفكر وبعمق وبتقرأ وبتدور حاجة ما نتفدهم شخص فهم يريد أنك تشتري الحاجات بتاعتهم يقدر أن أنت تفتح تليفونك وتقعد على كم البرودكت اللي أنت محتاجها مش أنك تتواصل وتكون إنسانا مش في مصلحتهم أنك تكون إنسانا مصلحتهم أنك تكون مستهلك الكنيسة بتتعامل كيف مع الوضع ده وخليني هنا أحط قاعدة حافش بها بقية المحاضرة أن كل مرة هقول لفظ الكنيسة هحاول أقول إحنا بنعمل إيه وأنا بعمل إيه لأنني أنا خادم في الكنيسة فمش عايز أدي انطباع أني أنا جاي بلوم الكنيسة إحنا الكنيسة الكنيسة مش المبنى ومش المؤسسة ومش كيان إحنا الكنيسة فلو زعلان من الكنيسة ازعل من نفسك فأنا زعلان من الكنيسة لأني زعلان من نفسي فمفكر إحنا كخدام شباب نفسنا نوصل لشباب بيعانوا من الثقافة دي عملنا إيه الحقيقة إن إحنا ودي حاجة برضو همشي بيها بقية المحاضرة إحنا كخدام شباب عندنا حلم ورغبة عميقة قوي بالتقودنا يعني في فكارات كتير وفي تصرفات كتير إحنا نفسنا نكون نعرف نفسنا نقرب من الشباب نفسنا نبقى قريبين من اللي هم عاوزينه ودي حاجة حلوة مش حاجة وحشة وأنا نفسي أبقى relevant فعلا أحاول أن أبقى relevant أحب أن أحس أن أنا relevant للشباب أحب أن أحس أن أنا lame أو nerd أو ما أعرفش أبقى روش أو ما أعرفش أبقى قريب من الشباب لكن من ناحية الثانية الخطر الرهيب في موضوع relevant ده إنه إحنا أكدنا بننسى إن الشباب دول عطشانين لشيء عندنا ككنيسة وبنفتكر إنه إحنا اللي عطشانين لشيء عند الشباب فالشباب عندهم أشياء معانة إحنا اللي عايزين نشابههم فيها فبنعظم مجهودنا رايح في إن إحنا نبقى relevant ونتصل بيهم بس المشكلة أنت لما تقعد مع الشباب اللي نفسك تبقى relevant ليهم بتكتشف إنه هم miserable وهم في حزن وفي بؤس وفي ضيعة فحلو قوي إن إنت relevant عشان خطر يعرفوا يعودوا معاك ويحسوا إن إنت شبههم بس دي وسيلة دي خطوة الغاية إن إنت تنقلهم شخص مش عندهم وشخص محتاج يجاوب على أسئلتهم ومشاكلهم بس إحنا دايما بنقف شوية عند وضوع الـ relevance والمصيبة في كده إن إحنا بنتبنى نفس المشاكل الثقافية اللي الشباب بيعانوا منها فإحنا ككنيسة النهاردة وكخدام الشباب شطرين جدا في إن إحنا نقدم hustle culture استهلاكية وإنتاجية فكل تفكيرنا رايح إزاي كتب معي الشباب بقى حلو إزاي كتب معي بقى لذيز إزاي الوعظة تبقى حلوة إزاي الموسيقى تبقى حلوة فإزاي ييجي يستمتع كإيه كمستهلك ككونسومر ومش بس كده إزاي نشغلوا إزاي نوظفه إزاي نحطه في نشاط إزاي نديله مسئوليات فنمسكه كمبات نمسكه إفنس نودي مش عارف إيه نطلع community service نا عايزين نعمل حاجات خلينا أقول أرجوكم الاجتماع حلو يكون شكله حلو والوعظة لازم تبقى حلوة والتنقيم لازم يبقى حلو والكمبات والcommunity service حاجة مهمة جدا إزاي نحن بنقف عند النقطة دي وبننسى إن الحاجات دي كلها محفروض تكون وسيلة لشيء أعمق جدا من الاستهلاك الشباب محتاج يحس إنه إنسان مش مستهلك محتاج يعايشنا محتاج يشوف حياتنا محتاج يقرب مننا محتاج يحس إنه بيدخل جوه عيلة العيلة هي أفضل مكان بيوصف علاقات مفهاش إنتاجية واستهلاكية فيها شيء أعمق لأن إحنا بنحب بعض لذاتنا ما بنحبش بعض اللي إحنا بنعرف نقدمه أو ما بندورش على شيء نستهلكه من بعض الشباب محتاج عيلة والحاجات دي وسائل جميلة بس وسائل جميلة محتاجة تكون اللي بتجذبهم لعيلة فأنا أكلني كعيلة عندي بيت آه هشغل ميوزيك لذيذة وآه هتكلم في أمور لذيذة عشان الناس تيجي بس بعد ما تيجي محتاجين يعيشوا معايا لكي إحنا بنجيبهم وبعد ما تيجيبهم لأننا لا نريد أن نعيش مع أحد وليس فارق لنا نعيش مع أحد وليس طاقة نعيش مع أحد وليس حابين نعيش مع أحد نحن مش حابين ندعو الناس لعيلة نحن حابين نقدم منطق وحابين نكون وحابين نشتغل بنهافر اللي جبت سيرته بقالي فترة منبهر به لأنه اكتشفت الرجل دي اسمه أندرو روت ويتكلم منه مع أنه لهوتي عظيم جدا في الكرن العشرين من أهم لهوتيين اللجوم ولكن هو كمان خادم شباب وهذه شيء أبهرية وأندرو روت في الكتاب بونهافر بيتكلم الراجل كان رابط لهوته العميق بخدمته للشباب وشايف أنه خدمته للشباب وكمان الأطفال كان بيخدم مدارس أحد وهو لهوتي يعني خزعبلي فحاجة مبارس كان بيخدم مدارس أحد وشايف أنه خدمته للشباب ولمدارس الأحد في أوهر وفي صلب لهوته العميق ده ليه لأنه فكي احنا قلنا في الأول إيه الفكرة اللي بونهافر بيقدمها أنه إعلان الله ظهر في المسيح والمسيح لازم يظهر في مجتمع ويمكن دي الإضافة اللي بونهافر عملها أنه ناس دايما بتقول المسيح لازم يظهر في أشخاص صح بس على فكرة الأشخاص لو مش في مجتمع مش هيظهره فالمسيح مش هيظهر فيك وانت قاعد على مكتبك لوحدك هيظهر لمين هيظهر إزاي مش هيظهر فيك وانت قاعد فقودتك بتفكر مش هيظهر فيك وانت بتاكل مش هيظهر فيك وانت قاعد لوحدك منعزل هيظهر فيك في مجتمع فالمسيح لا يمكن أن يستعلن مش بس من غير أشخاص من غير مجتمع بل هوفر يقولوا أن الثقافة بتاعتنا اللي هي الهصل الكولتشر دي بتقتل فكرة الكميونيتي بتقتل فكرة المجتمع بتقتل فكرة العيلة لأن العيلة مفهوم الكميونيتي اللي هو العيلة ما فوش استهلاكية وانتاجية فبالتالي هو مش جزاب لثقافتنا والمشكلة أنه مفهوم العيلة ده العيلة هي المكان الوحيد اللي ممكن أطفال يكبروا فيه يعني إحنا كبشر لما بنتولد محتاجين عيلة نكبر فيها إنسانيتنا بتتطور في عيلة مفهوم تحطيني في مدرسة أو في كامب أو في ترينينج سنتر يعملوني بني قدم كويس محتاج عيلة محتاج نستحبني لنفسي ويخدموني ويهتموا بي ويهتموا باحتياجاتي والهوفر يتكلم أنه إحنا حولنا الكميونيتي لحاجة هو بيسميها سوسايتي ويمكن دي مشكلة في العربي إنه كلمة كوميونيتي ترجمتها مجتمع وكلمة سوسايتي ترجمتها مجتمع فما تعرفش قوي يتفرق الفرق أنا حاولت أترجمهم كوميونيتي يعني جماعة وسوسايتي يعني زي نادي ناس بتلتف حواليه النشاطات معينة وعندهم أعضاء في النشاط بتاعهم ده غبيل كده مشكلة التباين بين الجماعة والنادي فيه فرق كبير أمي الحاجتين العالم الغربي عنده مشكلة اللي هي فقدان لأهمية الجماعة في ظل تصاعد مجتمعات التخصص والاستقلال والتمسك فقط بالإنتاجية هاصل كالش فقافة الإنتاجية الجملة اللي عايز أقولها وأسابها معاكو أنه الفونكشنز أو النشاطات بتفرق الناس فالنهار ده لما تقابل مجتمعات فيها خدمة للشباب بتلاقي ناس بيحبوا قوي الخدمة بالرياضة وناس بيحبوا قوي الصلاة بطريقة معانا وناس بيحبوا قوي المزيكة بطريقة معانا وناس بيحبوا قوي التفكير والمحاضرات بس تحس أنه الناس دول كلهم كان مفروض يجمعهم حبهم للمسيح الإنتاجية بتفرق المسيح بيوحد بيجمع المسيح بيقدم عيلة بيقدم بيت ومنافر بيتكلم عن إزاي خدمة الشباب هدفها هي أن تكون الكارير الناقل بتاع الشباب للكوميونيتي يعني أكني أنت عندك شباب كبروا هما مش تلقائيا كده لما يكبروا زي ما أعضاءهم بتتطور وأكسادهم بتكبر هيبقوا في الكنيسة ويبقوا في المجتمع مش تلقائيا هيبقوا في المجتمع طب إيه اللي يبقى في المجتمع إزاي يخشوا جوه المجتمع ده خدمة الشباب فإحنا كخدام الشباب محتاجين تفكيرنا يكون مش إزاي نقدم برودكت حلو ومش إزاي نشغله بس إزاي ننقلوا جوه مجتمعنا جوه عيلتنا إحنا كاريرز انتو كوميونيتي الحقيقة أن الوضع مختلف تماما عن كده إحنا في الأغلب معظم خدمات الشباب بتكون هي في حد ذاتها منعزلة تماما عن مجتمع الكنيسة فإحنا ما بنحبش الناس اللي أكبر مننا ومش عايزين نكون في مجتمع معاه وما في الكنيسة بقول لي لحد كبير شيخ في الكنيسة مثلا أنا أقول له إحنا محتاجينك يا شباب إحنا بيتخد بجد؟ محتاجيني؟ أيه طبعا محتاجينك خليني أقول حاجة وانقل على النقطة الثانية عشان مش عايزة أطول زي هذا الاستهلاكية والإنتاجية by definition seasonal بالتعريف مؤقتين ليه؟ لأنك أي منتج تستهلكه مصيرك تزهق منه وتغيره وأي إنتاجية بتتبناها مصيرك تتعب ويحصل لك اللي بيسموه burn out فالاستهلاكية والإنتاجية مؤقتة ولما تبص على خدمة الشباب النهاردة هتشوف قوي ده الشباب بيمشوا من الكنيسة لأنهم زهقوا من الاجتماع بتاع الشباب product ولازم نغيره وإحنا كخدام بنزعل لأنهم زهقوا الاجتماع بس فلها إحنا خليناهم consumers إحنا أقدم لهم product فما نستغربش لما يتعاملوا معنا على أنهم مستهلكين إحنا ما نجحناش إن إحنا نوجد لهم عيلة يدخلوا فيها فما نستغربش لما يزهقوا من product ويجربوا product تاني وما نستغربش لما خدام الشباب يحصل لهم burn out ويتعبوا لأنه هو نادي بيشغلك ومصيرك تburn out ومصيرك تتعب ومصيرك تحس أنه خلاص عمليه تاني العيلة مش مؤقتة العيلة مستدامة نعمل إيه راينهولد نيبر بيقول جملة حلوة مفكر مهم في القرن العشرين بيقول ألسنا كلنا كوعاز نتحدث كثيرا عن أشياء لا يمكن إثبتها أو تبررها إلا من خلال الخبرة الحياتية نعمل إيه ما تجيب نعيش كعيلة واحدة من الحياة المشغول بها الوقت ده قوي أنه إحنا كخدام شباب بنكلم الشباب كتير جدا عن أهمية الشركة يمكن يوسف هيكلمنا عن موضوع الشركة بس محتاجين نفكر أنه إحنا مش محتاجين بس نكلمهم عن مفهوم الشركة إحنا محتاجين نكون في شركة فهل الشباب لما بنكلمهم عن الشركة هم عندهم مساحة على الأقل للبعض منهم أنهما يشوفوا حياتنا إحنا فيها شركة حقيقية فيحسوا أنه إحنا ممكن نبقى كاريرز لكوميونيتي لعيلة نحسوا أنه ألا النسدل بيكلمون عن حاجة هم ما عايشانها بيكلمون عن خبرة حياتية مش مجرد كلام ويقدروا ينقلون للخبرة دي فلو عندك باشن أنك تخدم شباب ومعاك ناس تانية عايزين يخدموا شباب كرروا أن انتوا تعيشوا مع بعض كعيلة لأنه لو الشباب شافوكوا عايشين الحياة دي هم هيبقوا عايزين يتنقلوا جوه الكميونيتي ده جوه العائلة دي قبل ما تفكروا او ازاي نعمل برودكت حلو او ازاي نشغل الناس كويس بيأثر فيها قوي يسوح انه بيقدم عيلة بيقدم بيت والناس اللي كانت بتنجذب لي ما كانتش بتنجذب لي الانجذاب الصح يعني ما كانتش بتنجذب لي لأنه عايزين يسمعوا تعاليم أو محاضرة منه بس كانوا بيسألوا أين تمكث هم نعيش معاك هم نعايزين نمكث معاك هم نعايزين نكون عيلتك وهو كمان لما كان بيجي يتكلم مع الناس ما كانش بيقدم نفسه على انه كونتنت عنده كونتنت رهيب وعنده أفكار وفلسفة ومعلومات بس كان يقول لي واحد يقول لي زكا أنا لازم أمكث معاك الناردة أنا عايزة بيت معاك لا دي الروح اللي عندنا تجاه المسيح ولا دي الروح اللي عندنا تجاه الشباب لا احنا اللي جذبنا فيه ان احنا عايزين نعيش معاه ولا الاتتيتود بتاعنا للشباب ان احنا عايزين نعيش معاه فلا احنا دخلنا بيته ولا بندعي الناس لبيته احنا بنشتغل وبنستهلك في عبرانين تلاتة بيقول كده لأن كل بيت يا ابنيه إنسان ما ولكن باني الكل هو الله وموسى كان أمينا في كل بيته كخادم موسى كان خادم أمين في بيت الله ليه؟ لأنه كان بيشهد للعتيد أن يتكلم به اللي هو مين؟ المسيح اللي هو ايه؟ كابن على بيته وبيته نحن الله لي بيت والمسيح هو رأس البيت وإحنا البيت ورسالتنا أن احنا ندعو ناس للبيت مش نتكلم مش نوعز نعمل حاجات دي كلها بس كل حاجة بنعملها كل نشاط بنعمله كل برودكت بنقدمه كل شيء نعمله يكون في سبيل واحد دعوة الناس إلى هذا البيت دعوة الناس أن هم يعيشوا معانا ولو احنا مش عايشين في بيت مش عايشين في عيلة هنفقد إنسانيتنا المسيح بيحل مشكلة الاستهلاكية والإنتاجية بأنه هو بيقدم عيلة بتضفك فينا الإنسانية فأخش العيلة دي ألاقي أني ليه إخوات وليه أباء وليه ناس أصغر مني لازم أخدمها ولازم أبقروا الماضي لها هو ده لي خليني إنسان في البيت تاني مشكلة أنا عايز أتكلم معاكم فيها هي النسبية وغياب المطلق الراجل ده اسمه راين بيرج راجل مبهر قوي وعنده وظائف كتير قوي هو data scientist وبيعمل research وستاتيستيكال كتير قوي في حاجات مختلفة وفي حاجات هو أسيس شباب فالراجل مبهر واحدة من الحاجات اللي هو رصدها في الأبحاث بتاعته interesting قوي كتير بنتخيل أنه الشباب النهاردة خاصة في الغرب يميلوا للإلحاد وأنه فيه زيادات دايما دي فكرة كان عندنا وفيه زيادات رهيبة في الإلحاد والشباب بيتحول ضد الله وبيترك الدين وبيتمرد على المؤسسات الكنسية والدينية بس في الحال اللي هو بيرصده أنه الزيادة الحائية اللي مختلفة في الجيل ده عن أي جيل قبليه مش الشباب اللي بيقولوا إحنا ملحدين الشباب اللي بيقولوا إحنا ولا حاجة فبيقول لما بنعمل surveys لما بنعمل استبيان لما بنعمل استبيان عن إيمانك إيه أنت مسيحي مسلم بوزي يهودي ملحد الزيادة الحائية مش في الشباب اللي بيتك ملحد الزيادة الحائية في الشباب اللي بيتك عارفين إيه none ولا حاجة واللي بيحللوا راين بيرتش ده إنه الشباب عندهم حالة من الرفض لتصنيف نفسهم وإنه هم يقولوا إن فيه معتقد أو مذهب أو توجه صح والباقي غلط هو مش عايز كده للي كنت بحاول تكلم عنه في الأول هو مش عايز يقول إنه أنا عندي الحق وباقي الناس غلط لأنه عنده إحساس إنه ده كبرياء وإنه ما عرفش وإيش عرفني وإحنا كلها مفكر والناس كلها بتقول حاجات عكس بعض وأنا أصلا بفتح التيفون ممكن أطلع واحد بوزي واحد يهودي واحد ندوزي كلهم بيقول حاجات عكس بعض أنا إيش عرفتني إيش عرفتني الحقيقة فين أنا نون وراين بيرتش بيكتب الكتاب ده بيقول The Nuns عشان يشرح الجيل ده الشباب اللي بيقولوا إحنا We are Nun إحنا مش عارفين مش عارفين حقيقة ومفيش حقيقة لأنه إنتوا كلكم بتقولوا حاجات عكس بعض مفيش حقيقة مطلقة كل واحد عنده حقيقته وبيني وبينكو أنا متعاطف مع الشباب اللي عندهم الشعور ده وأنا كشاب عندي شعودة مش كله بس عندي حتة منه عندي غيز من ناس متكبرة وعندي غيز من ناس عندهم فكر بس بيتعالوا على الآخرين وعندي غيز من ناس شايفين أنه فكرهم ومعلوماتهم ربما في الكتاب المؤدس أو في الفلسفة أو في اللهوت تخليهم أفضل من الآخرين ويخليهم يقولوا البقاء والناس أنتوا غلط وإحنا صح إحنا أحسن منكم إحنا كشباب مش بنحب الكبرياء والكنيسة لازم تكره الكبرياء الرجل ده اسمه تارينس توماس وكتب مقالة قوية قوي بيقول ليه بشوف كبرياء في المسيحية والسبتايتل كشخص ساب المسيحية بيقول كده من يرغب في أن يكون صديقا مع شخص يعتقد أنك فارغ ومحكوم عليك بالجحيم ما دمت لا تؤمن بما هو يؤمن به ليه أصاحب ناس شايف أن أنا فارغ وأن أنا أعيح للهلاك لمجرد أني مش بتبنى نفس العقيدة اللي هما بيتبنوها أعتقد أن هذا هو السبب في أني أواجه صعوبة في الحفاظ على العلاقات مع المسيحيين أنها معضلة لم أجد لها علاجا حتى الآن نفس الفكرة اللي بيقولها إحنا مش بنبشر عقيدة واللي يعطيك أفضلية عن أي شخص مش عقيدة حتى لو عقيدة صحة لأنه في أشخاص عندهم عقائد خاطئة بس هما أقرب لله من أشخاص عندهم عقائد صحيحة وده للشباب محتاجين يشوفونه ككنيسة عايشينه وفاهمينه ومدركينه أن يسوع في الآخر هيجي ويقول للناس عملت أعمال عظيمة باسمه عملت معجزات يعني كانوا خدام رائعين وبيتكلموا وبيعملوا وفيري بريدكتف منتجين جدا في عمل الله مسيحي يقول لهم معرفكمش ويمكن الناس أقل إنتاجية جدا وأقل عمل جدا وأقل معرفة جدا وأقل عقيدة جدا المسيحي يقول لهم أنا أعرفكم فاللي يميز إنسان عن إنسان مش معلوماته ومش معرفته ومش عقدته اللي يميز إنسان أنه تقابل مع يسوع وعرفه وده مش كلامي ده كلام يسوع المشكلة أن إحنا ككنيسة بنحاول نبقى relevant للشباب صحيح زي ما بنقدم لهم نادي لطيف يشغلهم ويعمل لهم products حلوة إحنا كمان بنخاف من العقيدة ومن الحق ومن التعليم التقيل والأفكار التقيلة لأنه حاسين إنه الشباب بقى الننز دول ما لهمش في الحاجات الصعبة والمجعلصة وأعتقد أكبر دليل إنه الشباب ليهم في الحاجات المجعلصة هي إنه 97% من المؤتمر ده أقل من سنة 39 سنة فواضح جدا إنه الشباب بيدوروا على أه وعزات طويلة وأفكار صعبة وحاجات معقدة بس في الحقيقة يمكن ككنيسة محتاجين لنا فهموا الشباب مش كرهوا الأفكار العميقة الشباب كرهوا الأشخاص المتكبرين بسبب إنه عندهم أفكار عميقة فإحنا مش الطريقة اللي نبقى relevant بيها للشباب إنه إحنا كمان نبقى none ونبقى ما عندناش حاجة بنتكلم فيها ما عندناش أفكار عميقة بنقول بس إيه رسالة كده فتلت ساعة لطيفة لذيذة تشجع الناس حاجة أخلاقية كده حلوة وما ما توجعش دماغ الناس الشباب مش عايزين حاجات صعبة لا الشباب مش عايزين حاجات صعبة هم مش عايزين حاجات ناس صعبة هم عندهمش مشكلة في الأفكار على فكرة هم أسكية جدا وبيقروا كويس قوي وبيفهموا كويس قوي هم عايزين يفكروا بس هم زيقوا من الناس اللي بتفكر ومسخيفة ففكر وتكلم وناقش وتعمك بس ما تكونش متكبر وما تعتبرش انه عقدتك هي الحق المطلق يعني ايه الكلام ده يعني احنا نمتلك الحق المطلق صحيح بس هل الحق المطلق هو عقدتنا ولا شخص يسوع المسيح يسوع المسيح قال أنا هو الحق مش العقائد اللي الكنيسة هتتبناها عني هي الحق مش الطوايف اللي هتتعمل هي الحق مش المزاهب المختلفة تحت الطوايف واحدة منهم هي الحق المسيح قال أنا هو الحق والمسيح ثوري جدا لانه دي حاجة قصة مش مفهومة احنا لنفهمه ان الحق فكرة او عقيدة فكرة تقول هاليا اقول لك اه دي فكرة حقيقية بقى ده الحق المسيح قال لا الحق شخص ليه الحق شخص خلينا اقول كده المصيبة فعلا ده اللي حاولت اقوله في الاول انك تفقد الحق المطلق انه النتيجة التلقائية لي انك هتفقد القيم المطلقة يعني ايه ايه دايما بيجي في زهني واحنا في احدى محاولات ان احنا نكون راليفنت للشباب مش احكي قوي تفاصيل القصة بس اقولها بشكل سريع كنا بنعرض لهم فيديوهات عن بودكاست وحاجات هم ممكن يكونوا بيشوفوها على السوشيال ميديا ونحاول ناخد رأيهم فيها فعرضنا لهم حوار بودكاست واحد شاب بودكتف جدا وواضح انه داخل قوي في مضال حصل الكولتشر ده ومنتج جدا وشاطر ورياضي جدا ويتمرن كتير قوي وهو الرياضي يعني فبيقول الهوست الشخص اللي بيستضيفه في البودكاست بيقول له تعرف انا مرة واحد قريبي مات بس مات في اسكندرية وانا في القاهرة ما روحتش ليه عشان انا محتاجة اتمرن انا وراي تمرين كتير قوي فما رحتش لان انا لازم اتمرن والتمرين بالنسبة لي اهم حاجة وبعدين حاول بقى يبرر والموضوع تحس انا بالنسبة لي هي دي الطريقة اللي انا ممكن اجين ان اج بيها على الناس اللي بتنفسني انه انا حتى لوقات المفروض اكون ما بتمرنش اتمرن فيها ومعين معرضنا الفيديو ده سألنا الشاب ايه رأيكم في الكلام ده بنحاول بقى ان احنا نعزز من رفضهم للهاصل والطريقة دي في التفكير والانتهاجية المبالغ فيها ففجئنا انا معظم الشاب قالوا ايه ما يمكن هو مش قريب من قريبه ده انت اللي ايه بتلموه او يمكن قريبه ده كان شخص سخيف جدا انتو ايه عرفكو يعني مش لازم تحكمه عليه واللي هنا يبدأ يخوف انه واضح جدا انك لو هتتبنى توجه انك ما دنش خالص وما تحكمش خالص الموضوع هيتعدى مرحلة الافكار والعقيدة والفلسفة لمرحلة الاخلاق والقيم انت مش بس هتبقى شخص open minded ومش عارف ربنا موجود ولا لا ومش عارف ايه الطيفة الصح ومش عارف ايش حلو حلو انك open minded وانك مش رجل متزمت وتتبنى عقيدة معانا بس الخطر ان لو ما عندكش حق مطلق على مستوى الفكر مش هتعرف تبني قيم مطلقة بناءا على هذا الحق المطلق مش هيبقى عندك صح وغلط واضح فاللي بيخليني احب اقول للشخص ده انه حبيب انت غلطان انت كان مفروض ما تتمرنش وتروح جنازة قريبك لانه العلاقات الانسانية اهم جدا من الانتاجية اللي بيخليني اقدر اقول كده اني عندي حق مطلق اسمه شخص يسوع المسيح هو الله المتجسد في الانسان اللي بزل نفسه لاجلي واللي بالنسباله العلاقات هي اهم حاجة في الدنيا فالحق المطلق ده هو للداني الارضية ان نقول على الصح صح والغلط وهنا يبان قيمة الحق المطلق احنا مش عايزين حق مطلق لان احنا نعشك الفكر ونعشك ان احنا نقول ان احنا عارفين الحقيقة احنا بندور على حق مطلق عشان احنا عايزين نعرف نعيش ازاي الpriorities بتاعتنا تبقى ايه فاحنا نفسنا نفهم ازاي الله والحق المطلق عشان نقدر نقول لبعض ان يا جماعة علاقتك بابنك دي اهم بكتير من شغلك وعلاقتك باخوك اهم من شغلك وعلاقتك بمراتك اهم من خدمتك لو احنا تبنينا هذا الحق المطلق فاحنا بنتبنيه علشان نعرف نقول ايه الصح وايه الغلط ونعرف نحط ايه القيم الحقيقية ايه الpriorities بتاعتنا وهنا يجي عمق وجمال انه المسيح قال انا هو الحق لانه العقيدة ماينفعش تبقى حق مطلق لان العقيدة عمرها ما تبقى اساس كامل للقيم عارفين ايه اللي يكون اساس كامل للقيم شخص تبص عليه تشوف هو بيحب ايه وما بيحبش ايه هو بيعمل ايه وما بيعملش ايه فتعرف قيمك وده اللي المسيح قدمه انا الحق يعني انا انفع اكون اساس لكل القيم انا حق مطلق فينفع تبص علي وتعرف تعيش ازاي ولما تقول امتلك الحق المطلق وهنا الجمال كله عمر ما ده يخليك تتكبر وتحس انك افضل من الاخر ليه لانه الحق المطلق اللي انا امتلكه شخص بيقدم نفسه على انه بيضحي الاخرين فمستحيل لما اتبنى وقول امتلك الحق المطلق اتعال على الاخرين الحق المطلق بتاعي هو حب الاخرين وهو شخص المحبة المتجسدة وهنا المسيح يحقق المعدلة المستحيلة انك تقول انا عارف الحقيقة بس انا ما عارفش اتكبر مستحيل اتكبر ده اللي الشباب يدوروا عليه الشباب يدوروا على اساس مطلق وحق مطلق وحقيقة مطلق تعرف تبدي قيم حائية مش تبدي عزلة وهيبوكريسي ورياء وسخافة ان الله يعلن نفسه لنا في شكل جمل معرفية لا يعلن نفسه لنا في شكل جمل معرفية او معلومات اعلان الله مجاش في افكار ولكن كأنا لانت انه يعطي نفسه لي يقول لي انا هو الحق والحياة لهوت اسمه اميل برونر بيشرح الفكرة دي المسيح قال انا هو الحق اعتقد لازم ناخد الموضوع دا بجدية بس خليني قبل منقل نقطة التالتة اوضح انه انا مش عايز اقول انه العقيدة مش مهمة والافكار مش مهمة والمهمة بس ان احنا نقدم شخص اللي عايز اقول انه مهم ان احنا بالنسبة للشباب ما نسويش الحق بالعقيدة الحق هو المسيح العقيدة هي العقيدة دكتور ماهر صمويل اللي هو بابايا بالحق يؤدي الى تقزيم الحق وجعله على مآس الحقيقة وتقطير العقيدة ومنعها من النمو والتطور جملة صعبة نشرح مساولات العقيدة بالحق بيؤدي الى تقزيم الحق يعني ايه يعني انا لو قلت ان العقيدة بتاعتي دي هي الحق انا بقزم الحق اكيد الحق اوسع من العقيدة بتاعتي عقيدة بتاعتي ربما تكون حيائية بس لسه الحق واسع جدا وفي حاجات تانية ممكن اعرفها ولو عملت كده لما تقزم الحق لما تخلي الحق يعني كزم تصغره هتبقى شخص ما عندكش اي نوع من الكوريوزيتي مش كوريوس مش عايز تتعلم اكتر مش متواضع ما عندكش اسئلة ليه لانه عاقبتك هي الحق وانت عندك الحق فخلاص وكمان بيعمل ليه تقطير العقيدة ومنعها من نمو التطور مستحيل اراجع نفسي مستحيل اتناقش مستحيل اتكلم مستحيل اقول يمكن انا غلطان يمكن انا فاهم التجسد بطريقة غلط يمكن انا فاهم التناول بطريقة غلط يمكن انا فاهم الكفارة بطريقة غلط يمكن انا فاهم الكنيسة بطريقة غلط ليه لانه ازاي هو ده الحق لا مش هو ده الحق دي العقيدة والعقيدة حاجة جميلة وحاجة مهمة بس حاجة تناقش انا مستحيل اتنازل او اتفاوض عن شخص يسوع المسيح هو ده الحق بالنسبة لي هو ده الحق المطلق لكن ممكن أتناقش في عقيدة الشباب محتاجين يشوفوا خدام عندهم حق مطلق وقيم واضحة ومطلقة وفي نفس الوقت عندهم القدرة على النقاش والمراجعة وعندهم أسئلة وناس عندها curiosity ناس بتفكر وبتراجع نفسها ناس ما بتسويش الحق بالعقيدة ده اللي الشباب محتاجينه في مشكلة النسبية وغياب المطلق نفسي أقول المسيح هو الحق وهو أساس للقيم وهو يقدر يكون أساس للقيم لأنه شخص المحبة في ذاته لو تبنيته كحقك المطلق هيدي لك كل القيم اللي محتاج تكون عندك مشكلة الثالثة اللي عايز أكفكر فيها معاكو هي التشتت وفقدان الهوية الشباب النهاردة في العالم المعاصر صعب جدا أنه هم يعرفوا يحددوا هم بيحبوا إيه وعايزين يطلعوا إيه وإحنا نفسنا نكون مين ونفسنا تكون إيه الـ identity بتاعتنا الراجل ده فاليسوف اسمه شارلز تيلر من أهم الفلسفة المعاصرين وكتب كتاب رهيب اسمه sources of the self the making of the modern identity ويشرح لك أنه في العالم المعاصر النهاردة العالم الحديث بتاعنا بقى فيه طريقة جديدة لتكوين الهوية ما كانتش موجودة في العصور الماضية إيه الطريقة دي؟ بيقولك أنه قبل كده كان الطريقة اللي انت بتكون بيها الهوية هو بيسميها outside in يعني ايه outside in يعني أنا بتولد في العالم أهلي عائلتي معظمهم دكاترة فأنا هبقى دكتور outside in حاجة استقبلتها من بره واكتشفت نمين من جوه الناس دول مسيحيين وكنيسة ودول اللي أنا كبرت وسطيهم أوكي أنا مسيحي فأنا ببص بره وأعرف جوه outside in فبكتشف هويتي بالطريقة دي أبص بره أعرف أنا مين من جوه تشاريس تيري بيشوح لك أنه العصر ده يتميز بالتمرد يعني بالتمرد احنا بقى منحبش حكاية ما تفردش علي اطلع ايه بقى ما تفردش علي اتبنى انهي عقيدة وانهي دين ما تفردش علي اكون ايه انا عايز احدد انا مين انا عايز اقول انا مين نوعا من التمرد والتمرد اللي خليناي اقول بشكل من اشكال هلفي حلو ان انت يكون عندك المساحة انك تحدد انت مين بقردتك وبفكرك وبشكل مستقل مش مجرد ترجمة للبراك وانك تسمع الكلام ده مهم جدا بس مشكلة اللي حصلت ايه انه لو احنا لغينا كل حاجة برانا واعتبرنا ان احنا لازم نحدد احنا مين وفقا لنظرتنا لنفسنا الداخلية اللي هو بيسميه انسايد اوت فانا هبص كده جواي وحاول اخترع هويتي اكرر انا مين مشكلة انك ده عبء صاحب قوي وقد تلاقي نفسك مش عارف تكرر انت مين خصوصا في عالم بيخليك اوفر واندو اوبشنس كتير قوي فانت كل شوية زي ما قلت معروض عليك ايدانتيتيس كتير جدا وهويات كتير جدا وشغلانات كتير جدا واهتمامات كتير جدا فصعب وبالتالي ما عندكش سلف كنترول السلف كنترول انك تعرف تتحكم في نفسك هي فضيلة مهمة جدا بس هتجيلك لما يكون عندك شيء انت بتحبه وباشن اتجاهه وعايز تجري وراه هوية عايز تتبناها وتبقاها وبسبب حبك للهوية دي وعشكك لها مستعد تدوس اي عقبة تطلع قدامك بما فيها رغباتك فلو رغباتي هتيجي قدام ان انا احسن لعيب كرة هدوس على رغباتي لو رغباتي هتيجي على ان انا احضر المحضرة هدوس على رغباتي لو رغباتي هتيجي على ان انا اخدم الناس هدوس على رغباتي ده السلف كنترول بس السلف كنترول عايز باشن عايز حب الحاجة عايز حلم عايز هوية انا عايز اكونها فلو انا مش عارف هويتي ايه مش عارف انا عايز ابقى ايه ومش عارف انا عايز اكون ايه مستحيل ليس لدي سنف كونترول كلمة أحبها قوي Undeclared أي حد واعي شوية بالجماعات الـ liberal arts أو الجماعات اللي بتقدم علوم إنسانية عندهم نظام نظام أمريكي شوية إنه لما تخش الجامعة مش على طول بتبقى عارف أنت هتدرس إيه فما عندكش ميجر أول ما تخش الجامعة فإسمك إيه Undeclared يعني أنت لسه مش declared لم يستعلن إلى الآن مش عارف أولا إزاي يعني أنت مش عارف إيه وبتقعد فترة طويلة Undeclared وده بتبقى مأساة كده بقى له يا رب أعرف أنا عايزة بقى إيه وصراعة بقى تحس إيه الـ identity crisis بتتجسد في هذه الكلمة Undeclared أنا Undeclared هدي بسي اللي أقول النهاردة الشباب النهاردة إحنا في عصر Undeclared يعني شايفين إحنا عايزين إيه ليه لأنه إحنا عايزين كل حاجة في حاجة كتير قوية 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 عايزينها وصعبة علينا جدا أن أحدد أني واحدة أحلم الثانية فيه 500 major وفيه 500 هوية وفيه identity كتير وفيه أشكال مختلفة من الاهتمامات وأشكال مختلفة من الرياضات وأشكال مختلفة من الcareer أبقى إيه طيب عامل إيه طيب أنا مش عارف أنا محتار أحب الغنية بتاعت كيروكي بيقولوا جواي اتنين وأنا التالت والتالت دايما ساكت سلم بطل يتكلم ولا بيحس ولا بيتقلم جواي عقل وقلب دايما عايشين في حرب قلبي حاسس بالزنب وعقلي واخد جنب والدنيا ماشي عكسي لفيت ومشيت معاها وبعت أنا نفسي نفسي خلتني أنساها ولبست وشوش تانين نسيت في الأصل نمين فقلت أرجع من تاني للنفس اللي بتعاني صرخت حد بيقول أنا مش عارف أنا مين جواي حاجات عكس بعض واللي برايا كله عكس بعض وأنا محتار وأنا تعبان أنا بعاني طيب إحنا ككنيسة عملنا إيه إحنا كخدام شباب شايفين الشباب محتار ومشتت وسط الهويات المختلفة بس انشغلنا الرئيسي والوحيد how to be relevant عايزين نقرب بالشباب ومشكلة أي حبيب يتقرب بالشباب ما هو الشباب ملطوط في مصيبة هتقرب منه بحل ولا هتقرب منه وخلاص هتقرب منه وتطلط معاه إحنا منقرب منه وملطوطين معاه يعني إحنا كخدام شباب منقرب منه وبعدين نقعد بعمل أنا زيك بس ضبط أنا عندي نفس المشكلة أنا معك أنا حاسس بيك أنا relevant كررنا نعمل إيه؟ حسنا إنه الشباب عايزين خدام روشين طيب خلاص هاروح الجيم وبعضلاتي كويسة وبشكل حلو حاول ألبس على الدمودر وأنا فعلا يعني أنا بقول أنا بحاول أعمل حاجات دي وفعلا لإني عايز أبقى relevant بصراحة بأمان وأظن إن دي حاجة مش وحشة حلو إن الشباب يحسوا إن أنا شخص relevant حلو إن هم يحسوا إنه أنا مهتم بنفسي يعني حلو إن يحسوا إنه أنا إنسان موجود في العالم ومتصل بيه فأنا مش بكره العالم ومش بكره إن يقلبس كويس ويبقى relevant وكل حاجة ومش بكره إن إحنا نعمل لهم كامبات لذيذة ونقعدهم على ليكس ونعزف موسيقى هادية بحب الحاجات دي جدا والحاجات دي كلها بفعلا بتقربنا منهم بس وبعدين وبعدين إيه الغاية لو الغاية إن إحنا نقرب منهم وبعدين نقول لهم إحنا عندنا نفس المشكلة بالزبط نعم ما استفدوش حاجة والمشكلة الأخطر الأخطر لنفسي أقولها لكم هنا المرعبة حد كنت أتكلم مع أحد بيخدم شعاب كتير فبقوله إيه من أكتر بحاول أحضر يعني المحاضرة من الأسبوع اللي فات فبقوله إيه أكتر العقبات اللي بتواجهها في خدمتك بتحاول تجيب ناس يقربوا من ربنا ويسمعوا وعظات فقال لي لما أكلم أي حد بطل يجي كنيسة وبطل يحب ربنا وبطل الحاجات دي وقال له ما تيجي إحنا بدأنا مش عارف حاجة جديدة تعالوا إحضر معنا أو تعالوا خش معنا بيقولوا لي لأ إنتوا مجتمع بعدين قال الكلمة مش ينفع أو إلا خلاص على المنبر بس يعني الطريقة اللي هو شرحها لي بيها إنتوا منفقين إنتوا منفقين ليه؟ لأن إنتوا تكلموا كتير قوي وبتحاولوا توصلوا لنا أن إنتوا مختلفين أس لما بنقرب منكم ونسافر معاكم ونشوفكم في عماكن مختلفة إنتوا زي أنا بالضبط الكلمة دي قصرة قلبي لأنه هو عنده حق أضايا وقت ليه؟ يعني أنا يجي واحضر كل أسبوع وتقعدني ساعتين وتقعد تدوش دماغي وتقعد النبلي ضميري وتقعد تديني حاجات أعملها وفي الآخر هسافر معاك أو أخرج معاك خروجة أو هقض معاك قاعدة هلاقيك زي بالصبت شكلك زي وكلامك زي وطريقتك زي طبعا أنا أوجع دماغي ليه بيك أصلا من الأول ما خليني في الناس الحقيقية اللي ما بيتكلموش كتير وشبهي ومش مدقين إنهم شبهي إحنا relevant بس إحنا حاولنا نكون relevant وفي الآخر دبنا ما عندناش هوية ما عندناش حاجة نقدمها أميني بيتكلم عن موضوع ده الكنيسة لو حولت إنها تندمج لدرجة معينة ممكن إحنا أن توصل للزوابان خلاص تفقد هويتها إحنا فقدين هويتنا إحنا ما عندناش identity attractive ليه؟ أعتقد جزء منها إنه إحنا كخدام شباب مش متصلين كفاية بالمسيح المسيح بيعطي هوية المسيح راعي سنتنيس معها أبي جيل فافالي استفدت منها قوي وهي متخصصة في الجندر فلو حد مهتم بالأمور دي إن دي أمور برضو بتهم الشباب جدا بس هي متخصصة بالجندر ومن توجه مسيحي فدي حاجة حلوة بتقولك كده على عكس فلسفة ما بعد الحداثة الحداثة المنهج المسيح يكر بأن الكلمة الإلهية تخلق الواقع والكلمة البشرية تكتشف الواقع يعني يه كلام ده؟ يعني الفلسفة اللي سيدة النهاردة إنه كلامنا ممكن يخلق واقع مش بس يكتشف فلو أنا قلت دلوقتي على المنبر إنه أنا رفيق ماهر امرأة ده واقع أنتوا لازم تقبلوه ليه؟ لأنه كلمتي بتخلق الواقع دي الفلسفة اللي سيدة النهاردة دي الفلسفة اللي بتتقدم للشباب انت قول بس وعرف تعريفاتك بناءً على كلامك وبناءً على مشاعرك ليه؟ عشان الـ Identities بتاعتنا Inside Out مشاعري هي اللي تقولي أنا مين لو حسيت أني بنت أبقى بنت اللي أنا حسه هو اللي يقول أنا مين والمرعب في الحكاية دي إنه ده بيبدأ يقدس ويقلح حاجات لا تستحك أن تقدس وتقلح إطلاق زي إن أنا أقول إن أنا امرأة ده عبس بس بيتم تقديسه لو قلتلي إن ده عبس أنت كده بتجرح مشاعري وبتحاجمني ومفروض تتحاكم لا ده عبس أنت مش بنت أخطر وأخطر من كده إنه بيتقال كده بشكل علني وبشكل واضح إنه الرغبات الجنسية والأمور اللي علاقة بالجنس والمتعة أمور لا يمكن أن تساعدها يعني ما تقدرش أن أنت تخمدها تكبتها تقدرش تقدرش تكمعها تقدرش يعني كده صعب لأنه أنا بكتشف أنا بخلق الواقع وفقا للي أنا حاسه أنا حاسس أن أنا عايز كده يبقى ده أنا حاس كده ده أنا This is me وفي أغاني This is me وكفى الاحتراض علي والهجوم علي This is me فبنقدس بقى ونقال لي أي حاجة نحسنها مهما كانت عبثية ومهما كانت حقيرة لكن إيماننا أنه الكلمة الإلهية بتخلق الواقع مش كلامنا إحنا إحنا بس نكتشف الواقع اللي الله خلقه بكلامه هو اللي يعوز وهو اللي يقول أنا دوري أكتشف بسعفين ده معناه إيه هو يقول أنا مين هو اللي ديني هوية الشباب النهاردة محتاجين خدام سمعوا من ربنا وعرفوا من ربنا هما مين عندهم هوية واضحة خدوها منه إحنا نؤمن إنه المسيح راعي ومش بس راعي راعي يدعونا بأسماءنا ماركو أثر فيها قوي لما قال إنه الله أول حد قال لي هاجر هاجر والمسيح بيكمل بالطريقة دي بيحب يسمي الناس بأسماءها يحنى عشر يقول كده الحق الحق أقول لكم أن الذي لا يدخل من الباب إلى الحظيرة الخراف بل يطلع من موضع آخر فذاك الصارك ولس وأما الذي يدخل من الباب فهو راعي الخراف لهذا يفتح البواب والخراف تسمع صوته فيدعو خرافه الخاصة بأسماء ويخرجها الصارك لا يأتي إلا ليسرق ويسبح ويهلك وأما أنا فقد أتيت لتكون لهم حياة وليكون لهم أفضل المسيح راعي بيدعونا بأسماء وأسماء يعني هويات العالم صارك العالم عايز يسرق مننا هويتنا وعايز يهلكنا وعايز يتبحنا لكن المسيح راعي إحنا عارفين صوته وممكن نسمع صوته ونعرف إحنا مين ما حتى أفكر كتير أوي في الموضع ده من فترة بقت التنيمة المفضلة تقريبا في حياتي واللي في أي فرصة منيسري تايم بحب أقولها أنت تقول أنا مين فأكون اللي أنت تقول عليه أنا بعرف فنا مين من عينيك للأسف خدمة الشباب حاجة صعبة مش حاجة سهلة وصعوبتها أنه هي مش هتبدأ في علاقتك مع الشباب هتبدأ في علاقتك بالمسيح وكم استصمارك في علاقتك بالمسيح هو اللي هيعكس نجاحك في خدمتك للشباب فلو استصمارك في علاقتك بالمسيح ضعيف عندكش الوقت والفرصة والمساحة أنك تسمعه بيدعوك بإسمك فتعرف هويتك منه تعرف شكلك مفروض يكون عايز مفروض يكون إيه ولما تبدأ تكون ده لما تكرر القرار ده أن أنا هكون اللي أنت تقول عليه والشباب يشوفوك بتكون المسيح بيقول عليه يلاقوا هوية أتراكتف يلاقوا حد يحبه يبقوا زيه يلاقوا شخص ملهم ومش ملهم عشان بس بيلبس زيهم أو بيعرف يبقى relevant ملهم لأنه بقى الشخص للمسيح عايزه يكونه هل إحنا سمعين من المسيح هو عايزنا نكون إيه هل هو راعي فعلا بيدعونا بأسماءنا وبنكتشف هويتنا من كلامه ومن صوته ده اللي المسيح بيقدمه فأصاد التشتت وفقدان الهوية المسيح راعي يدعوك بإسمك لو عايز تكون خادم شماب اسمع من المسيح اسمك واكتشف هويتك وما تصدقش إنك بس محتاج تبقى relevant للشباب خليك relevant لهم عشان تحس بمعاناتهم بس بعد ما تحس بمعاناتهم محتاج تقدم لهم علاك والمسيح هو العلاك هو راعي يدعوك بإسمك عايز أتكلم عن النجومية والنشاط السياسي النقطة دي أنا عايز أحاول أبين أنهم مرتبطين ببعض لو ما عندكش أرضية قوية تدي للإنسان قيمته وفقدت الإنسانية بسبب الاستهلاكية والإنتاجية اللي خليك تفقد إن الإنسان لي قيمة هو أن ما عندكش حق مطلق بيدي للإنسان قيمة صح؟ فدي النقطة الأولى والتانية لو الإنسان فقد قيمته وما بقتش قيمته في إنسانيته فسبب رئيسي للمشكلة دي هو أن إحنا ما عندناش حق مطلق هو يبقى الأرضية لقيمنا وأهم قيمنا هي الإنسانية هي الإنسان أن الإنسان له قيمة في ذاته بس بعد ما نبقى إنسان وبعد ما نفهم قيمة الإنسان وبعد ما يبقى عندنا حق مطلق وقيم واضحة نبدأ نقدر نتواصل مع هذا الحق المطلق لأن الحق المطلق ده هو شخص المسيحي اللي ممكن يدعونا بأسماء فيدينا هوية فكنا نبقى إنسان وحق مطلق أساس للقيم وأساس للإنسان وحق مطلق نتصل به فيعطينا هوية نقطة الرابعة إن الهوية دي لو هي أتركتف فعلا زي ما أنا بقول إحنا هنبقى role models هنبقى قادة والعصر بتاعنا بيفتكر لقادة العصر بتاعنا مليان نجوم مليان celebrities و activists مش مليان قادة حقيقيين وأحدا من الخبرات اللي فلت معلقة في دماغي دايما وأنا بحاول أخدم شباب وكتقد في جروب مرة الشباب بحاول أخدمهم ومليان بسألهم كل واحد يقول لي حلمه في حياته إيه نفسه يطلع إيه لما تكبر عايز تبقى إيه فواحد قال لي بصراحة يا رافيق أنا الولد بحبه جدا لأنه صريح دايما وأمين قال لي بصراحة جيب بنت أمورة قاعدة جنبي صيجار لما بتقول لي حلمك إيه ده اللي بيه في دماغي بصراحة بصراحة يعني أنا آسف أنا عارف أن أنت وعصت كتير قوي معنا وتعبت معنا بس ودلنا بحفة بصراحة أول حاجة أخذت بالي منها قلت له فلان اللي أنت بتوصفه ده مش قصة صورة يعني أنت حاليا وصفت لي صورة جيب بنت حلوة صيجار دي صورة سراب شوت مش قصة وبدأت أدركوا أنه الثقافة بتاعتنا من خلال التكنولوجي من خلال السوشال ميديا بتقلل قوي خلقنا للقصص يعني أندرو بيحب القصص يقرأ نوفلز ويقرأ دستويافسكي ويقرأ نجيب محفوظ ويقرأ سياسلوس ويتأمل في الأشخاص وفي المعاني وفي الأفكار بس الشعاب النهاردة ما بيحبوش الناوفلز الشعاب بيحبو تيك توك بيحبو ريلز يحبو شورتس ويقرأت قصة بقى و300 صفحة وبتاع فيه خلق نتفرج 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 ميش خلقة قص قصص حلوة وعميقة بس أنا أحب الصور وأعتقد هي دي مش عارف لو ده يعني تعبير روح روحانة زيادة أني أقوله بس أظن هي دي عبقرية إبليس إنه بشكل جدا من خلال سوشال ميديا حاجات جميلة يكرهنا في القصص ويحببنا بس في الصور ويخلينا ملناش خلق حتى على الفيديو الأربع دقايق ده فيديو طويل جدا ده طويل جدا ده أربع دقايق أنت مجنونة تفرج على الأربع دقايق أنت بتهزر وفعلا الماركتين كامبينز بتقوم على كده إنه أربع دقايق كتير جدا يا جامعة مين هيقعد يتفرج على الأربع دقايق؟ صورة أو 30 ثانية دقيقة ماكسلوم نتقولش عن كده فإحنا عقولنا ما بقاش عندها للقصص وبالتالي ما تتفاجؤوش مننا لما تلاقوا في حياتنا إحنا مش بنجري وراء قصة إحنا بنجري وراء صورة فلا عايزه يوصل له صورة مش قصة والرعب الرعب في الموضوع ده إيه؟ إنه في الأول في الآخر الواقع عمره ما هيتقصف في صورة خلي بالك اللي في الصورة ده ليه واقع وواقعه كصة وكصة مأساوية فإنت جريت وراء الصورة ووصلت للصورة وهتشتري الجيب وهتجيب البنت وهتجيب الصجار بس فيه قصة حوالين الصورة دي مش حلوة ومش هتشبعك فهل إحنا عندنا الـ الهويات الـ اللي لما الشباب يقربوا مننا يحس أنتو عندكو قصة حلوة أنا حب بجزء منها أنت حياتك قصة لذيذة أنا حب أعيش زيها أنا عايز أعيش القصة اللي أنت عايشها أنا عايز قصتك تبقى قصتي أنا عايز أن ندمج معاكو كمجتمع في الناراتف الحلو اللي أنتو عايشين وده أنتو عندكو معنى لحياتكو والقصة بتاعتكو أكتر من الصور بتاعتي مثال واضح للمشكلة دي أندرو تيت أندرو تيت من أكتر الناس المؤثرين على الشباب النهاردة وبيتصور نوع الصور دي وأنا مش جاي هنا أحاول يعني أهين أندرو تيت بس لما تفهم أندرو تيت عمل صروته ازاي خلال أنه هو صاحب على بنات بعدين يحببهم فيه بعدين يخش في علاقة معاهم كتير في نفس الوقت بعدين يصفرهم للبلد اللي وعيش فيها بعدين يشغلهم في موقع اسمه أملي فانز بيقلعوا هدومهم ويتصوروا وبعدين بيعملوا فلوس أونلاين وهو بياخد برسنتج وبقى مليار دير دي قصة أندرو تيت فاكتس مش رائي في أندرو تيت بس دي مش قصة حلوة دي قصة بشا ومش ناس كيف تتكلم فيها ناس كلها منبهرة بالصور بالشويتس وهو داخل بالعربية وهو طالع بالعربية وهو آلع التشيرت وهو بيعوه وهو بياكل بس محدش مهتم بالكصة الكصة مأساوية وإحنا نعيش في عصر وفي عالم في نجوم كتير بس معظمهم كصصهم مأساوية والبعد يمكن يرتقي عن موضوع النجوم ده ويبقى ناشط سياسي دي حاجة برضو موجودة قوي في جيلنا الشباب كتير بيتحمسوا لقضايا السياسية ودي حاجة حلوة من ناحية حلوة أن احنا يكون عندنا دور في المجتمع ويكون عندنا أراء في القضايا المهمة ونكون مهتمين بالبيئة مهتمين بالناس المظلومة حاجة حلوة بس في الحقيقة برضو كتير من الناس اللي بتتبنى قضايا معينة شوية بيتحاولوا أن هم يكونوا شبه قوي الناس المتدينين فواحد يسمه مايكل كليتن ما عنديش وقت قوي أتكلم عنه كتير بس يشرح لك إزاي أنه كتير قوي من الناس اللي حاليا بيحربوا جمد قوي الموضوع البيئة ده أنه كلايمت شينج يا جماعة العالم بيبوز من غرش العالم هم إلى حد ما بدأوا يبقى عندهم زي قصة دينية ويتعالوا على أي شخص اللي ينتمي للدين بتاعهم اللي هو أنت مش بتحافظ على البيئة أنت وحش أنت أقل مني جدا إحنا عندنا مشروع عظيم إن إحنا نسترد هذا العالم والعالم كان أصلا زمان حلو شبه شوية الجنة بساعة دولة من نسترده وفي ناس خطاة وفي مؤمنين الخطاة هم اللي بيبوزوا العالم المؤمنين اللي بيحافظوا عليه تحس دين قصة دينية والناس دول بصراحة منهم صعبين جدا ومتعالين جدا وبرضو للأسف النجوم اللي يمكن أعمق شوية من أندرو تيت بالصجار وبالبنت برضو صعبين وكصصهم صعبة وفيها نوع من التعالي وفيها أنجر وغضب وعنف أقول لكم حاجة ناس كيلي بتتكلم عن إزاي حوس الشباب بالجيمينج وحبهم للجيمينج اللي هم يعودوا ساعات يلاعبوا جيمز زي League of Legends ومش عارف Clash of Titans أمريش عاية في الجيمينج بس يعني طلعت كده على جوجل كلمتين عشان أعرف أقولهم دلوقتي هوسهم بالحاجات دي هي في الحقيقة بحثهم عن قصة هم عايزين قصة وقصتهم في الحياة الحاضرة مملة جدا فهو عايز يهرب من حياته ويطلع من دنيته ويخش جوا عالم تاني عالم هو فيه إنسان صالح له قضية صالحة وفيه أشرار بيحربوه وهو عنده مغامرة ومعركة لازم ينتصر فيها موازم الجيمينج بيتصف بالحاجات دي وده اندل على شيء يدل إنه الشباب بيدوروا على قصة هم عطشانين لقصة بس في ظل ما الشباب عطشانين لقصة وزحقنين من النجوم ومن النشطاء السياسيين الكنيسة عملت ايه قدمنا نجوم قدمنا صور قدمنا events قدمنا stage ما قدمناش قصة احنا مش عارفين نعيش قصص جذابة الناس تشوفها وتقول انا عايز حياتي تكون شبهة القصة دي ولي نفسي اقولهولكو النهاردة ارجوكو مش عارف اقولها ازاي بالضبط ما تعتبروش انه الستيج هو المكان بتاع الناس المتطورين في المسيحية والناس اللي قريبين من المسيح والمرسلين بجد الستيج هو استيج واللي بيتقال عليه هو كلام بس انتو اللي ممكن تعيشوا قصة عظيمة في حياتنا العملية اليومية وخدمتنا للمسيح وخدمتنا لشبابنا مش بستيج مش بنجومية مش بصور مش بإفنس خدمتنا ان حياتنا تبقى قصة عظيمة أتراكتف الشباب يبصوا علي ويقولوا حياتك حلوة قصتك حلوة احنا بنقدم نجوم بنقدم اكتيفست بس ما بنقدمش الملك الملك اللي عنده قصة فعلا حقيقية وقوية يحب نكون جزء منها عايز اقرأ معاكو نص ده واختم في رؤية خمسة بيقول كده ورأيت على يمين الجالس على العرش سفرا مكتوبا من داخل ومن وراء مختوما بسبعة خطوم انا مكنتش فاهم ايه السفر ده ويعني ايه ومش فاهم موظروا الحاجات في رؤية فسألت بابا بابا قال لي انه السفر ده ممكن تعتبره عقد ملكية الارض حلو عقد ملكية الارض فعاكي ان الكوكب الارض بتاعتنا دي عالمنا ده ليه عقد ملكية كونتركت كده العرض واللي معاه الكونتركت ده هو ملك العالم ده هو رئيسه ورأيت ملاكا قويا ينادي بصوت عظيم من هو مستحق ان يفتح السفر ويفك خطومه يعني مين اللي يستاهل فعلا ان يرقص هذا الكون انه يكون رئيس هذا العالم ان يكون في ايده عقد ملكية الارض فلم يستطع احد في السماء وعلى الارض ولا تحت الارض ان يفتح السفر لا فيش حد يستاهل ولا ان ينظر اليه فصرت انا ابكي كثيرا لانه لم يوجد احد مستحقا ان يفتح السفر ويقرأه ولا ان ينظر اليه فعلا النجوم الكتير لأسف جوه الكنيسة قصصهم مش حلوة قصصهم مأسوية بس المسيح مختلف فقال لي واحد من الشيوخ لا تبكي هو اذا قد غلب الاسد الذي من سبت ياهوزة اصل داود ليفتح السفر ويفك ختومه السبعة اقوى حاجة اقوى جملة ورأيت فائزا في وسط العرش والحيوانات الاربعة وفي وسط الشيوخ خروف قائم كأنه مسبوح اخدين بالكو الرجل الملاك قال له لا تبكي هو اذا أسد أسد غالب بص على الأسد لا ايه لا خرف لا مسبوح هو دا الملك بتاعي كوته وجماله وغلبته في انه بيعرف يبزل نفسه نجوم العالم كوتهم وجمالهم ليهم لخيرهم لمصلحتهم لصورهم الحلوة والأسف كتير من من الناس من عيلتي من قادة كنيستي برضو بقى نجوم وكوتهم في صورهم بس المسيح ملكي قوته في انه حمل مسبوح في انه بيعرف في يدي نفسه وانه داني انا نفسه هو أسد وأقوى من أجدع أسد ليه؟ لانه يعرف يبقى حمل لما لازم يبقى حمل ويعرف يبزل نفسه لما يبقى لازم يبزل نفسه هو دا المسيح وده اللي يخليه الوحيد اللي مستحق أن يفتح السفر الوحيد اللي مستحق أن يكون رئيس هذا العالم الوحيد اللي مستحق أن يقوله قصتك تستاهل أحب أبا جزء منها ولو احنا في علاقة حقيقية معاه قصته هتبقى قصتنا دي الدعوة اللي بيقدمها لنا بزل نفسه لأجلنا اتحد بينا علشان قصته تبقى قصتنا ويبقى لين ملكوت علينا زي محسن قال لنا وساعتها الشباب هيلقونا عايشين أعظم قصة أحلب كتير أول من League of Legends فيها ملك حمل أسد خروف وهيشوفوا فينا ملوك dignified لنا كرامة لنا إنسانية لنا حق مطلق وقيم واضحة وهوية attractive وكمان ملكنا وقوتنا وعظمتنا في بزلنا لنفسنا ساعتها الكنيسة تبقى مرسلة للشباب لما يلاقوا خدام حقيين تقابلوا مع يسوع المسيح حبوه وحبهم داهم رجع لهم إنسانيتهم لأنه قدم لهم عيلة داهم حق مطلق يعرفوا إيه الصحة وإيه الغلط منه داهم هوية واضحة لأنه دعاهم بأسماءهم وديهم قصة عظيمة لأنه ملك عليهم وملكه ملك مستحق حقيقي آخر حاجة عايز أقولها إنه ممكن يكون كلام كتير تقال في المؤتمر دا محمس وحل ولما نسمعه نحس نفسي يبقى مرسل والإرسالية حاجة جميلة وكنيسة حاجة جميلة وكلام عميق بس تبقى حس إنه أنا مش عارف أطلع عام ليه يعني إيه الديركشن اللي أخده إيه الحاجة اللي أعملها إيه الشيء نعمل إيه نعمل إيه نعمل إيه نعمل إيه دايما ده السؤال وبعدين نعمل إيه كلام كتير وحلو بس نعمل إيه ونفسي أنتهز هذا السؤال عمر مؤتمر كريدولوجوس بيبقى مؤتمر كرازي وأنا مش قصدي أني أبقى بكرز لكم أنا عارف أن أنتو يعني أنا مش عائق يعني أنتو أكيد مؤمنين ومتحبوا ربنا بس خدمتنا للشباب وإرساليتنا هتنجح لو علاقتنا مع المسيح علاقة حقيقية لأنه هو اللي عنده الاستعداد أنه يدخلك في عيلة ويدخلك في بيت فلو ما تقابلتش معايا ولو ما دخلكش في بيته قل له أنا محتاج بيت يخليني إنسان لأنه العالم خلاني منتج ومستهلك أنا عايز أفام لي وهو فاتح إيده وبيقول لك تعال I have a family دي فرصة أنك تقبل الدعوة دي وتبقى إنسان دي فرصة عقيدة ولا طايفة حق المطلق هو شخصه دي فرصة إنك تقول له أنا محتاج أسمع صوتك تقول لي اسمي لأنه تعبت أني مشتت ومعنديه self-control وهوتي متبهدلة أنا محتاج identity دي فرصة إنك تقول له أنت تستاهل تبقى ملك على حياتي لو قلت له الحاجات دي وعشتها أو عدك هتبقى مرسل للشباب هتبقى مرسل للعالم لأنك هتجسد هذا الشخص هذا المسيح العظيم وعارف إحنا هنبقى رسالة يعني إحنا مش بس هنتكلم عن الحق المطلق وهنتكلم عن الإنسانية وهنتكلم عن الهوية لا لا هيشوفه فيك إنسان حقيقي وهيشوفه فيك حق مجسد مش كلام وهيشوفه فيك هوية وهيشوفه فيك قصة أنت هتبقى رسالة لو تقابلت معاه وقبلت دعوته لك هنبقى نصلي معكم نفسي نتحد مع بعض ككنيسة ونصرخ ليسوع ونقول له عايزين نكون بيتك نريد أن نكون بيتك نريد أن نكون عائلة وندينا أن نكون حق ندينا هوية يا رب ندينا ملك ندينا قصة نعيشها يا رب أنا عطشان ليك ويا رب شباب جيلي عطشانين ليك أولادنا عطشانين ليك شبابنا عطشانين ليك أخواتنا عطشانين ليك محتاجينك يا رب بصلي أنك تيجي لجلنا ده يا رب لعصرنا ده وتدينا يا رب كل حاجة على قلبك تدهلنا تدينا يا رب أن نحن نكون شبهك نفسي يبقى إنسان نفسي ألاقي الحق نفسي في هوية ونفسي في قصة نفسي في معنى ونصل يا رب لينا لكنستنا والشبابنا والعالمنا أنه نرسل إليه يا رب ونكون رسالة زي ما أنت جئت لينا كرسالة ورويت عطشنا لكل الحاجات دي اجعلنا يا رب رسالة لشبابنا والعالمنا عشان نروي عطشهم زي ما أنت رويت عطشنا بص يا رب لأي شخص لسه ما تقابلش معاك ولسه ما عرفكش ولسه ما دخلتوش بيتك ولسه ما عرفش انك الحق ولسه ما سمعش اسمه منك ولسه ما ملكتش على قلبه بصل يا رب انه النهاردة يجي لك وانه يسمع صوتك وانه يقبلك في اسمه يسوى امين 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 امين